انطلقت في العاصمة السويدية ستوك هولم محادثات السلام اليمنية التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفث بين الفرقاء اليمنيين والتي ينظر إليها على أنها تأتي في الوقت الضائع لكونها تعقد للمرة الأولى منذ عامين بهدف التوصل إلى حل سياسي يوقف الحرب المستمرة منذ عام 2015 المحادثات ستبحث بصورة أساسية ملفات بناء الثقة والتي يأتي في مقدمتها الإفراج عن الأسرى والمعتقلين بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق بالإفراج المتبادل عن جميع الأسرى والموقفين عبر آلية يتم الاتفاق على تفاصيلها خلال مشاورات السويد إضافة إلى ذلك يأتي الملف الإنساني والمرتبط بتأمين وصول المساعدات إلى مختلف المناطق بما في ذلك مطالبات ميليشيا الحوثي بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وما يتعلق بالوضع في ميناء الحديدة الذي عرض الحوثيون منح الأمم المتحدة دورا رئيسيا بإدارته في مقابل رفض الحكومة اليمنية ومطالبتها بأن يتم تسليم الميناء والمدينة إلى القوات الحكومية ومن شأن الاتفاق حول الحديدة أو عدمه أن يكون له الأثر المحوري والمباشر في إنجح المفاوضات أو إفشالها بوصف الحديدة الاختبار الأهم للمفاوضات ولنواي الطرفين من خلال المفاوضات وإلى جانب ملفي الأسرة والحديدة تتناول محادثات السويد المقترحات الاقتصادية بشأن وضع البنك المركزي اليمني إذ تقترح الأمم المتحدة صيغة بشأن توحيد عمل المصرف ودفع مرتبات موظفي القطاع العام في مختلف محافظات البلاد بعد انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من عامين وتشترط الحكومة على الحوثيين تسليم الإيرادات إلى المركز الرئيسي للمصرف المركزي في عدن حتى تتكفل بصرف مرتبات العاملين في مختلف مناطق البلاد بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين وفي الوقت الذي يرى فيه المجتمع الدولي عموما أن المحادثات تمثل فرصة حقيقية للسلام في اليمن ربما تكون الأخيرة يتوقع مراقبون أن لا تسفر المحادثات إلا عن شيء قليل يتعلق بملفي الاقتصاد وتبادل السجناء بين الطرفين المتنازعين في اليمن